معالي الوزير وصفت ما يجري في غزة بالإبادة على الطريقة النازية ما هو تصوركم لوقف هذا العدوان والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة؟ وأيضا كيف يمكن أن يساهم المجتمع الدولي في وقف هذا العدوان بالرغم من كل هذا الدعم الكبير الغربي لإسرائيل؟ هناك طريقة واحدة فقط لوقف ذلك وهي تطبيق القانون الدولي لقد اتخذت الأمم المتحدة التدابير وإجراءات سواء من خلال الجمعية العامة أو مجلس الأمن تحدد بوضوح الطريق الذي ينبغي اتباعه لحل المشكلة الفلسطينية وهذا هو الحل هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الصراع على الفور هذا الصراع دام أمده ستين عاما إن الشعب الفلسطيني تحت الهجوم الإسرائيلي تحت ضغط التفجيرات وتحت ضغط قيود المجتمع الأمر أصبح لا يحتمل ويجب أن يتوقف ذلك فورا وهذا من خلال تطبيق القوانين وبعد ذلك يجب علينا أن نحدد المسؤولين عن هذه الجرائم وجرائم الحرب هذه وهذه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل وينبغي أن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية لتحديد الجرائم وتنفيذ الاعتقال الفوري ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الصراع على الفور ومن المؤسس مذكئك بأن سننتمت التاويبون هذه هي 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 الطراف الله والذي الإسرائيات السليم م 사건 الوصول في��سهم إمMEDIATAMO